ماساء الخير مشاهدي قناة اللسان الإنجليزي الأعزاء في هذا الدرس أقوم بشرح الجزء الثاني من القصة قصة القراسين التي بدأناها أمس لكن سأشرح خبرا مهما يضور في وسائل الإعلام في هذه الآوين الأخيرة وهو فينزويلا سنتحدث عن أزمة فينزويلا لكي نفهم لماذا الوضع يعني ما هو سبب الوضع الذي يقع الآن في سفينزويلا المقال هو من موقع بي بي سي وعنوانه How the political situation escalated لن أضع المقال في الوصف لكن إذا أردت قراءة هذا المقال يمكنك كتابة هذا العنوان كما تراه في جوجل وسوف يصعد لك أول مقال لبي بي سي هو المقال التالي كيف تصعد الوضع السياسي أصبح أكثر حدة أو أكثر خطورة situation الوضع فينزويلا's political crisis appears to be reaching boiling point amid growing efforts by the opposition to unseat the socialist president نيكولاس مادورو يظهر أن الأزمة السياسية الفنزويلية وصلت لنقطة أو لنقطة الغليان boiling point وسط جهود متزايدة growing efforts للمعارضة by the opposition لإسقاط الرئيس الاشتراكي to unseat the socialist president نيكولاس مادورو أن سيت فكما تعلم كلمة سيت تعني المقعد وأن سيت يعني يزيله من مقعده أو من منصبه أو من مكانه The South American country has been caught in a downward spiral for years with growing political discontent further fueled by skyrocketing hyperinflation power cuts and shortages of food and medicine البلد country البلد الأمريكي الجنوبي The South American country يعني فينزويلة has been caught in a downward spiral for years وقع في دوامة لسنوات downward spiral spiral دوامة downward نحو الأسفل لكن هذه العبارة تستخدم بمعنى وضع سيء جدا ويتزايد سوءا downward spiral has been caught with growing political discontent مع الاستياء السياسي المتنامي أو المتزايد political discontent further fueled by skyrocketing hyperinflation والذي تعاظم أو تزايد بشكل أكبر بسبب التضخم المرتفع hyperinflation تضخم inflation هو التضخم inflation لكن hyperinflation هو تضخم كبير جدا والتضخم هو ازدياد في الأسعار وانخفاض في القدرة الشرائية للناس فتجد في فينزويلا شخص يحمل أكياس من المال ليشتري غذائه أو فطورة هذا هو hyperinflation skyrocketing أني مرتفع متزايد في الارتفاع وهذه الكلمة جاءت من rocket التي تعني الصاروخ أو skyrocket صاروخ أن هنا skyrocket يرتفع كما يرتفع الصاروخ في السماء power cuts وكذلك هذه الأزمة downward spiral ازدادت سؤال بسبب power cuts انقطاعات الكهرباء power cuts and shortages of food ونقص في الطعام and medicine medicine الدواء more than three million venezuelans have left the country in recent years أكثر من ثلاثة مليون فينزويلي غاذروا البلد في السنوات الحديثة أو الأخيرة recent years recent تعني أخير أو حديث في السنوات الأخيرة but what exactly is behind the crisis rocking venezuela لكن ما هو السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة التي تزعزها هذا البلد rocking venezuela behind يعني وراء who's the president من هو الرئيس this would be an unusual this would be an unusual question to ask in most countries في معظم البلدان لكن في في فينزويلا العديد many العديد من الناس يريدون أن يعرفوا want to know بالضبط exactly that ذلك يعني يريدون أن يعرفوا من هو الرئيس who's the president as the government accused opposition leader خوان كوادرو في حين تتهم أو في وقت الذي تتهم فيه الحكومة قائد المعارضة opposition leader خوان كوادرو أو غايدو عفوا لا أعرف كيف ينطق هذا الاسم خوان غايدو تتهمه بمحاولة الإطاحة بالرئيس مادورو to topple president مادورو topple يطيح ب الرئيس the accusation came after mr. غايدو surrounded by a group of men in uniforms called on the military to switch sides on 30 april جاء الاتهام the accusation came بعد أن قام السيد غايدو mr. غايدو وهو محاط بمجموعة من الرجال في زين رسمي uniforms يعني أزياء رجال الشرطة أو الجيش وهم زين رسمي دعا الجيش دعا الجيش لتغيير ولائهم في الثلاثين من أبريل called on the military دعا الجيش to switch sides حرفيا يغير يتبادل الجوانب حرفيا to switch يعني يبدل لكن مقصود هنا أن يبدل الجانب الذي يدعمونه sides هي جمع كلمة side side الجانب أن يغير الجانب الذي يدعمونه أن يدعموه ويترك الرئيس الآخر Tensions had been mounting ever since 23rd January when Mr. Guaidou declared himself acting president and said he would assume the powers of the executive branch from there onwards وتزيدت التوترات كان التوتر يتزايد Tension توطر had been mounting يعني كان يتزايد ever since 23rd January منذ 23 من يناير when Mr. Guaidou declared himself acting president عندما أعلن Mr. Guaidou عن نفسه بأنه الرئيس المؤقت acting president رئيس مؤقت وقال بأنه سيتولى السلطات السلطة التنفيذية منذ ذلك الوقت فصاعدن He would assume the powers سيتولى سلطات assume the powers of the executive branch executive branch عن السلطة التنفيذية from there onwards فصاعدن some countries say Nicholas Maduro هذا هو Nicholas Maduro is the legitimate president while others are backing Juan Guaidou هذا هو Juan Guaidou إذن في بعض الدول some countries يقولون بأن Nicholas Maduro هنا على اليسر هو الرئيس الشرعي legitimate legitimate يعني شرعي في حين الآخرون while others يدعمون Juan Guaidou are backing Juan Guaidou the move was a direct challenge to the power of president Nicholas Maduro who had been sworn in to a second six-year term in office just two weeks previously هذه الخطوة the move يعني الخطوة التي قام بها Juan Guaidou عندما نصب نفسه رئيسا was a direct challenge كانت تحديا مباشرا to the power of president Nicholas Maduro لسلطة الرئيس Nicholas Maduro who had been sworn in to a second six-year term in office والذي أدى اليمين لولاية ثانية تبلغ ست سنوات في منصبه in office يعني في المنصب just two weeks previously تماما قبل أسبوعين يعني قبل أسبوعين من قبل أسبوعين من عندما قال Juan Guaidou بأنه سيكون الرئيس عندما نصب نفسه رئيسا second six-year term term هي الولاية الولاية التي يكون فيها الرئيس رئيسا و six-year term ولاية تبلغ ست سنوات had been sworn in الدليمين Not surprisingly President Maduro did not take kindly to his rival's move which he condemned as a ploy by the US to oust him not surprisingly ليس من المستغرب ليس من المفاج not surprisingly الرئيس Maduro did not take kindly لم يتقبل أو لم ينظر بلطف لم يرضى ب خطوة منافسه to his rivals move والتي أدانها باعتبارها حيلة apply حيلة من طرف الولايات المتحدة by the US للإطاحة به to oust him he also said that he was the constitutional president and would remain so وقال كذلك بأنه سيبقى الرئيس الدستوري بأنه الرئيس الدستوري constitutional president وأنه سيبقى كذلك would remain so would remain so